السلام عليكم و أهلا بكم في فيديو جديد و اليوم نازجة جديد من شركة ريال مي قامت شركة ريال مي بالكشف عن هاتف ريال مي سي 65 5 جي جديد كليا داخل السوق الهندي والذي يأتي بمواصفات مختلفة كليا عن الهاتف السابق ريال مي سي 65 مع دعم كامل لشبكات الجيل الخامس و في هذا الفيديو سوف نتعرف على سعر ومواصفات هذا الهاتف لكن قبل أن نبدأ اشترك في القناة إذا لم تكن مشترك وفعل خاصية الجرس ليصلك أشعار كل فيديو نقوم بتنزيله الهاتف يأتي بأبعاد في الاتفاح 165 وبعض 76 وبسمك 7.9 مليمتر مع وزن 190 جرام وخامات خارجية تأتي من البلاستيك والهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP54 ويدعم الهاتف تركيب شريحتي اتصال 5 جي مع كارت ميموري شاشة الهاتف تأتي من نوع IPS LCD بقيها 6.6 بوصة بضيقة 720 x 1604 بيكسل بجودة HD بلاس مع كثافة البيكسلات 264 بيكسل لكل بوصة وسط يصل الى 625 شمعة مع معدل تحديث 120 هرتز اما المعالج فيأتي من شركة ميديا تاك وهو دي من السي 6380 نواء مع ديقة تصنيه المعالج 6 نانومتر مع معالج رسوميات من نوع مالي جي 57 واجهة رانمي يو اي 5 مبنية على نظام تشغيل اندرويد 14 ويأتي الهاتف بمساعة تخزين 128 جي مع 4 جي جا رام أو 128 جي مع 6 جي جا رام والرامات تأتي من نوع LPDDR4X كاميرا خلفية واحدة تأتي بلقة 50 ميجا بيكسل بفتحة درسة 1.8 معها فلاش لد وتدعم تصوير فيديوهات بجودة Full HD بمعدل 30 اطار في الثانية كاميرا أمامية تأتي بلقة 8 ميجا بيكسل بفتحة درسة 2 تدعم تصوير فيديوهات بجودة الفلاش دي بمعدل 30 اطار في الثانية سماعات الهاتف الخارجية تأتي من نوع مونو والهاتف يدعم مرفض السماعات 3.5 ميلي متر ويدعم الهاتف الفتحة عن طريق التعرف على الوجه مع وجود بصمة الإزبع على زر البور ومجتشار التقارب الحقيقي موجود في الهاتف مع وجود بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقدرة 15 واط عن طريق منفذ يازبي طايب سي ويأتي الهاتف بألوان الأخضر والأسود تم تسعير هاتف الرين مي سي 65 5 جي الجديد في السوق الهندي لنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر يعادل 125 دولار أما نسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر يعادل 140 دولار ونسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر يعادل 150 دولار ولبقية الأسعار للدول العربية سوف تجدونها أسفل هذا الفيديو وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو شكرا لكم على المشاهدة واركو في فيديو جديد في أمان الله شكرا لكم على المشاهدة شكرا لكم على المشاهدة شكرا لكم على المشاهدة شكرا لكم على المشاهدة